وحول فعليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم هذه الفعاليات اليوم ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود أرحب بك وحدثنا عن أبرز فعاليات اليوم في مهرجان العالمين أرحب بكم ليلى ورجائي وبكل أصدى المشاهدين من مدينة العالمين الجديدة ولزالت أجواء مهرجان العالمين الجديدة موجودة في كل مناطق مدينة العالمين الجديدة وتحديدا في هذه المنطقة التي نتواجد بها في الممشى السياحي ومن خلف المكان الذي يتم تجهيزه من الآن لاستقبال أولى الحفلات الفنية للفنان تامر حسني والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وسيكون هذا الحفل هو الحفل الأول من الحفلات الفنية فضلا عن باقي الحفلات التي ستكون موجودة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين أيضا ونجوم الوطن العربي نتحدث عن البداية ستكون مع الفنان تامر حسني ثم سيكون أيضا رغب علامة وإليسة وأيضا الموسيقار الكبير عمر خيرت فبالتالي هذا المكان يتم العمل فيه من الآن ليتم تجهيزه قبل 21 من يوليو الجاري ليتم استقبال حفل الفنان تامر حسني وأيضا هذا يأتي بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب التذاكر والحجز من خلال موقع تذكرتي فبالتالي كل الأماكن هنا تتأهل لاستقبال الزائرين الذين يعني يستهدفهم المهرجان بقرابة مليون زائر وأيضا يعني فضلا عن أن مدينة العالمين تستقبل ما يقرب من أربعة ملايين زائر هنا أيضا لحظنا ورصدنا اليوم وجود عدد كبير من السائحين وأيضا من الزائرين من مختلف الدول العربية يتجولون في الممشى السياحي يلتقطون الصور خلف الأبراج الموجودة فنحن نقف الآن تحديدا ومن أمامنا أبراج العالمين التي تشتهر وتميز مدينة العالمين حيث تحتوي على ما يقرب من 15 برجا في هذه المدينة بالإضافة إلى أحد الفنادق الشهيرة والمميزة أيضا والمصممة على أحدى اثتراز في مدينة العالمين بالإضافة إلى الشواطئ التي تتواجد عن يميني وتميز أيضا مدينة العالمين بوجودها على شاطئ البحر المتوسط وأيضا هذه الفعاليات ستتضمن خلال الأيام القادمة استضافة أشهر عشرة مصممين أزياء في الوطن العربي فبالتالي مهرجان العالمين الجديدة يقدم يعني موسم صيفي متنوع بالفعاليات الترفيهية وأيضا الفعاليات الفنية لكل العشاق ولكل محب السياحة والتي يعني استطاعت مدينة العالمين الجديدة أن تكون على أولويات الدول والمدن السياحية الكبيرة وأيضا تستقبل كل زوارها في هذا الممشى السياحي الجميل الذي يمتد بطول 14 كيلو مترا بالإضافة إلى أيضا استعداد الشواطئ والمناطق الترفيهية نتحدث عن وجود المنطقة الترفيهية التي تقدم كل الخدمات الترفيهية للزائرين أيضا عن يساري وتحديدا أمام أبراج العالمين تتواجد السيارات وخدمات التحول الرقمي وخدمات المرور أيضا لمن يريد التعامل واستخراج بعض الشهادات أو يعني بعض الأوراق الرقمية هناك سيارات متنقلة يتم تقديم الخدمات من خلالها بالإضافة بالطبع إلى وجود سيارات الأسعاف إلى وجود أيضا التأمين كل الأجهزة هنا على أتم الاستعداد لتقديم كل الخدمات للمواطنين والزائرين خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة الذي يعني يستقبل مليون زائر ولازالت كل يعني الزوار متواجدون في مدينة نعم إذن محمود سنطابع معك على مدار اليوم بالتأكيد أبرز الفعاليات أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل ترجمة نانسي قنقر